البسق على الحكم ده ممكن يعادل الاعتداء على الحكم دي كارسة يا كابتن دي كارسة يعني أنا النهاردة لما يجيب حكم مختارة ده فيه منتالئ هنا أنا عندي الحكم يتضرب أكرام له والله يجد خلينا بس وخايم أنا أنا بناقش إحنا عندنا أربع حالات والله الأربع دول يا كابتن كلهم ده حلم في بعض الأربع حالات دول صعب جدا ما بقى تتصر ما أنا للأسف عارب تتتصر إزاي والله لو فلان هتمشى عليه دوت ولو فلان لا نمشى عليه كبيرة ولو فلان نمشى يعني هو باب للهروب ماشيها هي ماشيها باب للهروب أصلا انت ما تحط ما تحط كده يعني حاجة مارنة يعني ممكن تأخذها يعني الواقعة زادها يا كابتن هاني تمشيها دفع باليد ولا على أفاك دفع بالدفع أفاك ولا ضرب على أفاك ولا سلوك غير رياضي ولا سلوك غير رياضي لأ كابتن ناصر عباس قال كلمة مهمة جدا ما لم نكن قادرين على وضع الواقع ناخد الحاجات ورادعة علينا أن نلجأ وإيه المشكلة أنك تجيب لواحد دورة الإنجليز والطباعة عندك إيه الأزمة يعني ما احنا ما نجيبنا القانون الفرنس وقانون القوات ومنطبع عنده بيتعامل بيها صحيح على مستوى القانون على مستوى القانون اللي هو القانون الجنائي قانون الجنائية يعني موجودة فإيه لنك تجيب لائحة من الدورة هات الدورات الخامسة هو أعمل مزيج بينهم أنت عارب بقى الكارس الأكبر إن معظم الناس متنشق كلام اللي احنا بنقول ده وتحس إن السوشيال ميديا ولكنها موجودة والناس بتتكلم في حتة تانية وكأن اللي حصل ده يا جماعة بقى عادي عندنا كأن اللي حصل ده إن العيب صغير لسه ناشي لسه عنده 23 سنة إنه بيدرب الناس عارف هيدخلوها في إيه بقى كمان على السوشيال ميديا هيدخلوها في خناقة هيدخلوها في خناقة ده العيب زمالكاء والأهل نحن نحن نتكلم في قاتل البعض أقول لك ده عشان زيك على فكرة لو كان أي حد كنا نتكلم عن هذا وهذا غير مقبول من لعف الأهل أو لعف الزمالك أو أي حد على الإطلاق أنا و أنا جاي دلوقتي بتابع السوشيال ميديا الفيسبوك كله حسب الانتماءات يعني يعني مثلا لو واحد زمالكاء ويشوف الموضوع ده حلو قوي ده فرجاني ده ده مؤدف جدا كان لازم يضرب الجمهور كمان كان لازم يضرب نحن يعني يعني مش معقولة فهي القصة كلها إحنا عايزين كرة قدم وعايزين دوري محترم يا أستاذ قوسي ولا عايزين حاجات نقعد ما هو دوري محترم يا كابتن جملة من أمن عقب أساء الأهدب طبعا أنا بشعر وأنا بتفرج الدوري الإنجليزي الألماني الإيطالي فرنسي دولة الخامسة الكبرى بحس إن الحكم مقدس في الملعب طبع مقدس احترام كامل احترام كامل لا لا حاجاتش يجروا إن يقرب يعني حاجاتش يجروا إن يقرب منه صحيح قبل كده كريستيانو رونالدو جميته الطغية قرب من الحكم كده يعني يعني خاد الأقوبة المحترمة ما فيش تهاريق ميسي بيحصل معاك أي حد بيحصل معاك كده فما فيش نغم عنينا عن أي ألوان وعن أي مكان ونطبق لو يحود بس تكون عندنا لوائح قوية ومشددة حفاظا على حكم أنا بقيت أخاف على الحكام لما يجي يوقف اللاعب ويرفع الكارت ممكن ياخده ألمين ما هو بالطريقة دي يعني أنا بقيت لما حكم ما هو فيه أكبر من أمين عمر هو من حكام يعني النخبة بتوعنا فلما يجي النهاردة أنت الحكم ده عشان يرفع الكارت خايف إيه اللي هيجراله مصيبة سودة ده ده هياخد إزاي قرارات يعني أو إن هو خايف لو خد عقوبة معينة يعني كابتا نصح بس بقولك بغض النصح على خطأ التحكمية النهاردة خطأ تحكمي برضو فاجر أصلا عن تكت المباراة للنادي المصري يعني الكورة عندما تأتي في يد شوشة لاعب مدافع المصري تحتسب راكلة جزاء وعندما تأتي في يد محمود علاء مدافع نادي الزبال لا تحتسب راكلة جزاء نفس اللعبة والحكم شافها في الفار ماذا تفاتي رهاز طبعا الأخطاء تحكمية بس ثاني على بتتخذ شوية على الأهواء شوية لكن دايما خلينا نتكلم ونا دايما نتكلم نحن نطالب بالأساسيات نطالب بالأساسيات